السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم باخر على خير وفصحة جيدة يا رب اليوم غنشارك معكم هاد الوصفة اللي كتجي زوينة وسهلة والصيف هادا كنحتاج الحويجات وكلي خفافين وكيتطيبوا في آخر دقيقة إن شاء الله غدي نبدأ معاكم بليشو عندي هاد ليشو بروكسيل هادا اللي كن ناخد هاد الكمية غير قليلة كنغسلها كننقيها كنغسلها كنقطعها وقعليها جوج كتما كتشوفوا وضعتها في هاد اللوبول هادا وغادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال لشابلوغ هادا هادا شابلوغ منزيليم صوبها الراسي ضفت قبصة ديال مليحة وشوية ديال هاد توابل لي فيهم بسلا مجففة تومة مجففة فيها بزاف ديال بسلي رائعين ضفت هنا يا شوية ديال البزار وشوية ديال القصبور وشوية ديال تحميرا نيورا الحلوة ضفت واحد تقريبا نجوج معالق 3 معالق كبارين ديال الزيت كننخلط الخالط مزيان مزيان بالنسبة لها التوابل راهية هادي ركت بعرها موجودة عند العطار اللي كيبيعو العطارية كيف ما كتشوفو شعل الفران سخنتو استفت هاد الشو ديالي غطيتو ممكن ما تغطيوش ممكن شعلوا لي الفوق والتحس وما سغطيوش ندر شوفو الفران جيدة بغدين وجد جاج ديالي اللي غادي ندير بالشامبينيو خديت هنا يا واحد نص كاس ديال الزيت اللي ضفت فيه واحد ربعات الفوصوص ديال التوم ضفت واحد ثلاثة ولا اربعات ديال البوروات انا غا حيت كان موجود عندي البورو اللي عندو البصلة راه تجي حتى البصلة كتجيز واينا خديت صدر ديال الجاج اللي قطعتوش رائح وضفتو ليهم وضفت شوية ديال ملحة شوية ديال البزار ومع السيمرار تحريك وانا يا كنحرك مرة مرة كنحرك ولكن باقي قاع ما طابش دجاج قبل ما كيطيب باش دجاج كيبقار طب ما كان نطيبوش دجاج باش يقصاح نقيس هنا يا موجدا نسكيلو ديال الفطر المأكول او لشامبينيو نقيتو وبالحق غير مسحتو وقطعتو على هالطريقة وضفتو على الخالط ما يجيكم مش كتير راكي طيب كييولي غير شوية غطيتو غير حتى هبا واحد شوية وعاد ضفت لي هاد الوريقات ديال الزعتر اللي عندها الزعتر عادي غبرارة كد ضيفو صافي غادي نخلي حتى يطيب كيف ماشتو كيف قلت لكم را شامبينيو دغية كينزل غير هو ما نخليوش دجاج جاي طيب مباشرة كنضيفو دك شامبينيو باش دجاج يبقى لنار طب ضفت هنا واحد الكاس ديال الكريمة واللي ما عنداش الكريمة را كتتتعوضها بشوية ديال الحليب او للماء مع معلقة ديال الزبدة ومعلقة ديال دقيق الفورس ورا كتجي تعمام نفس الماضاق نفس الشكل نفس الملي ما كتكونش عندي الكريمة را كندير هالطريقة كيف ما كتشوفو راني كان قصد جاج كيبقى كيخشو بقار طب حيث جاجي لطب بزاف كيقصاح ما كيجيش زوين في الماكلة يعني اوكلة سهلة خفيفة وكيبغيوها نتلولي داس ما شاء الله كيف ما شفتو ها هي هاد الوصفة ديالي وجدات كنكونوا صالقين شوية الروز باش كنقدموه معاها وبالنسبة لشو بروكسيل هو هادا كيجي رائعي بنسبة هالطريقة شو خيكون عندكم غير ليشو الاخر العادي الكبير قطعوه وخدموه بها الطريقة را كيجي الديد من شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها خليتكم في امان الله وحفظي والسلام عليكم